تعتبر منطقة السودا من أشهر المعلم السياحية في منطقة عصير فهي تبعد عن مدينة أبهى قرابة 30 كيلومتر وترتفع عن سطح البحر أكثر من 3000 متر وتشتهر بغبات أشجار العرعر الكثيفة ما يطفي على جبالها طبيعة خلابة وتضم منطقة السودا عددا من المرافق الفندقية المتنوعة إلى جانب مواقع سياحية جاذبة للزوار وفعليات متعددة على مدار العام لسيما في فص الصيف وكان صندوق الاستثمار السعودي أعلن قبل أشهر عن تأسيس شركة تطوير السودا كشركة مساهمة محدودة مملكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة وهي مسؤولة عن تطوير المنطقة منطقة جبل السودا وتهدف الشركة إلى تقديم تجربة حصرية للاستجمام والضياف الفاخرة والمغامرات والرياضات الجرية إلى جانب تجارب ثقافية ترية وملهمة للزوار للمزيد ينضم إلينا من جبل السودا في أبهب مراسل عربية عبد الرحمن العصيمي ومعه المتحدة الرسمية لموسم صيف السعودية ألم بك صباح الخير عبد الرحمن ويعني حلوة الورود قبل أن أتيس لك مروة يعني لما كنت بتبوك لما كنت بتبوك خذية الفروة ما لتخوك هالمرة مجهز نفسك رايح إلى منطقة باردة ما أخذ أوضاعك وترتيباتك لا أولا الجكيت حقي عشان مطلع لي شاعاتك العادة لا والله ممشاعاتك الشيء الثاني الورد هذا طبعا شيء تراثي عندهم هنا في منطقة عسير بشكل عام يعني دائما تشوف أهالي منطقة يلبسونا وشيء لأنه ريحته جميلة يعطيك ريحة طول الوقت وشكله جميل أيضا على الراس طبعا أنا أحدثكم من منطقة السودا من أحد الجبال في السودا طبعا الأجواء رائعة هنا جدا يا عادل ويا مروة دائما حرارة تقريبا 18 إلى 19 درجة مئوية طبعا اليوم في هو عشان كذا أنا لابس الجكيت عشان ما أتعب وأمرض لكن منطقة السودا بشكل عام ومنطقة عسير بشكل عام والمشاريع اللي فيها هي امتداد لمشاريع رؤية 2030 يعني شهدنا مشروع نيوم أمالة البحر الأحمر وأيضا شركة السودا تابعة صندوق الاستثمارات أيضا من ضمن مشاريع 2030 وهناك مستقبلا عدد من المشاريع اللي سترى النور غالبا في وسط أغسطس بحسب المصادر أن هناك تفاصيل أكثر عن المشاريع المستقبلية لهذه الشركة طبعا أنا ودي أسهل بكل أمانة يعني هذا ممكن أنا ما زرت هذه المنطقة لكن رحت إلى مثلا جيزان وصعدنا إلى جبالها والمناطق اللي هناك هل الطرق والبنى التحتية سهلة للوصول إلى قمم هذه الجبال هل في تطوير خلال الفترة الماضية؟ نعم منطقة عسير بكل أمانة خلال الفترة الماضية يعني كان هناك بعض الاستيام وبعض المواطنين فيما يتعلق بالبنية التحتية لكن خلال الأعوام القليلة الماضية آخر سنتين لا كان فيه تطور كبير حقيقة بالنسبة للشقق الفندقية بالنسبة أيضا للفعاليات بالنسبة للبنية التحتية للطرق أيضا لشبكات الهاتف أنا أحدثكم الآن من جهاز 3G عن طريق شرائح الجوال الشبكة فل فيه تطور وفيه متابعة دائمة حقيقة من عبد الرحمن خليني أستغل لوجودك هناك نحن عرفين أن جبل السودة هي منطقة خلابة وفيها أماكن حلوة للزوار خلينا نستغل ونشوف مع ضيفك تفاصيل أكثر عن هذه المنطقة نعم عشان الوقت نعم نعم نضم إليه الآن سيد عبد الله تخيل متحدث باسم موسم الصيف السعودية عبد الله أول شيء كيف شايفين الإقبال بالنسبة للسياح خاصة السعوديين على موسم الصيف السعودية أولا صباح الخير صبح عليك يعني إذا كنت تخيل في شهر جولاي ولابس الجاكيت الأجواء يعني 18 درجة مئوية شيء جميل الإقبال على الموسم الحمد لله جيد في تفاعل كبير من الناس سواء سعوديين أو مقيمين أنا مريت الآن في جولة على العدد من المدن نشوف الناس طالعين مبسوطين خاصة في أبها لنسبة الإشغال وصلت في بعض الفنادق 80% رقم جيد وإن شاء الله نطمح للأكثر في الوجهات العشرة وصلنا 37.5% الموسم صيف السعودية فالحمد لله في إقبال كبير في إقبال جيد ونطمح للأكثر وأكثر بإذن الله أسألك عبدالله عن أبها تحديدا يعني كيف شايف البني التحتية بالنسبة لكم أنتم في هيئة السياحة أيضا بالنسبة للشغال الفندقي في أبها زي ما قلت لك الشغال الفندقي وصل 80% وهو يعني عدد نسبة كبيرة أبها جميلة وصلت أمس مريت على رجال ألمع ورحت القرية العالية بالإضافة لشارع الفن ومتحف سيدة فاطمة شي جميل الشعب مرحب في أبها بالسياحة الداخلية بشكل عام نعم الأكل العسيري زي ما تشوف اللبس اللي أنت لابسه اليوم الأجواء جميلة فكانت الحمد لله يعني أبها من أجمل وجهات في موسم صيف السعودية طيب بالنسبة عبد الله للإيواء السياحي والقطاع هذا ووفرته أنتم راضين عن وفرة الوحدات الفندقية في أبها ولا شايفين أنه ممكن مستقبلا منطقة تحتاج أكثر أنا شوف منطقة أبها من مناطق المحبوبة للسعوديين في موسم صيف السعودية وعلى مدار العام أجواءها الجميلة وغير ذلك نطمح من خلال القطاع الخاص أنه يرتفع نسبة الإيواء السياحي من فنادق من منتجعات مريت بالسودة هنا أمس شفت في منتجعات جديدة جالسة بني على أعلى مستوى وهذا شيء مفرح بالإضافة للسكن التشاركي في غاذر إن اللي تم اعتماده سكن تشاركي يسمح للناس لتأجير منازلهم أو شقاقهم مصيفهم بعض الناس يكون ساكن بالرياض أو الشرقية وعنده مسكن في المناطق المرتفعة والأكثر برودة الآن عنده فرصة لما يكون غير موجود أنه يستثمر هذا ما يدعم عجلة التنمية في القطاع السياحي في رؤية 20-30 وهذا شيء جدا مهم طيب عبدالله شكرا جزيلا على وجودك معنا فعلا عادل مرواء كما سمعنا يعني في جهود كبيرة تبذلها حقيقة وزارة السياحة وأيضا القطاعات الحكومية لتوفير المرافق الفندقية توفير البنية التحتية وهناك أيضا مشاريع مستقبلية ستشهدها المنطقة بكل تأكيد عبدالرحمن الموسم مستمر أكيد ورح يكون لنا وياك أكثر من اللقاء خلال جولتك القادمة تدفع عادل وانا خوف استمتع استمتع طيك العافية عبدالرحمن لأصيمي شكرا جزيلا شكرا عادل